يعني منذ قليل من ساعة أو تقريبا استمعنا إلى كلمة السيد الرئيس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 10 لمنتدى التعاون العربي الصيني قراءتك لهذه الكلمة وأهم ما جاء بها يعني كلمة السيد الرئيس تضمنت عدد من المحاور أنا أتصور أن أهمها كان التأكيد على ركائز العلاقات المصرية الصينية وركائز العلاقات العربية الصينية اللي هي بتنطلق من أنه الصين في سياساتها الخارجية بتنتمي لمدرسة علاقات عدم الضغط بتهتم أكتر بالشرقات الاقتصادية بالشرقات الثقافية دون تدخل في شؤون الدول نفس المدرسة اللي بتنتمي لها مصر من عدم تدخل في شؤون الدول واحترام قواعد القانون الدولي السيد الرئيس كمان أكد على مسألة الموقف الواحد من القضايا الفلسطينية الصين بتتبنى تقريبا رؤية المصرية في ما يتعلق بحل الدولتين في ما يتعلق بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات وكل ما يتعلق بقضاء الحل النهائي من القدس الشرقية وعودة اللاجئين وغيرها كمان تم التأكيد على مسألة الأمن المائي في المنطقة العربية وقد إيه هي مسألة مهمة ودعم الصين لمصر في موقفها من هذا الملف هو دعمه مهم للغاية وكذلك يعني هناك دول عربية أخرى تعاني من أزمات في موضوع المياه كذلك من النقاط المهمة الأخرى التي تم تأكيد عليها في كلمة الرئيس هي الدور العربي في الملفات الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة وكيف يمكن أن يكون هذا الدور أكثر فعالية خصوصا في المحافل الدولية خاصة يعني أن الدول العربية تمتلك المؤهلات الاقتصادية والبشرية التي تؤهلها أنها تقوم بدور أكبر على الساحتين الإقليمية والدولية فيما يتعلق بكل الملفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر